مودة بكم من جديد مشاهدينا مع قضايا السحر دائما قضيتنا اليوم هي قضية سيدة نسرين اللي جاتنا من البليدة نسرين تقول أنها تعاني منذ عشرين سنة من السحر وطيلة هات السنوات لم يتم تشخيص لحالة ديالها ورا يتعيش في دوامة من المشاكل والآلام اليوم نسرين ترقتي باب ما وراء الجدران وطلبتي أنه كذلك يكون حاضر معنا الشيخ ابن شنفرة بحكم أن الحالات اللي مرت معنا الحمد لله تعافات انسرين جيتي رفقة شقيقتك أمينة باش تحكي لنا معاناتك والعشرين سنة هديك فاش قضيتها تفضلي دائما مريضة عينية دائما يستطروا نعم أكيد دائما عينية يستطروا ولينا كيف بدأك هذا الأمر كيف بدتي قلتي لابسطين النهاري حسيتك يمسحها عينية ليس راولة استرالية منذ عشرين سنة حسيت حاجة عليها عينك ومبعدي كولت لي لي منها صحة لش كي مرضتي من العينك قلتي أنه سح مرحتيش عن طبيب طبيب العيون روحت الطبيب وش قلت راديو درت كل شي قلي بلي ما عندك والو اللي روح لي يقول لي والو ما عدا عينيك وش كنت تحسي وش كني ينتابك شك نعم وير عينيك كي ولي تنرقي ولا الدنيا قاحت تستر عليها داتي ولا تقاحت تستر كيف بدرت يفوقتي بلي انت ياركي مسحورة كيفة كيف بدرت ياركسين هالول بلي ركي مسحورة روحت نرقي أنا كنت نرقي مشي كنت قابضة راقي كنت كل مرة عندما نرقي يكونوا يرقوا لي غفل ما وبعدك كي جبت راقي للدارة عرفت بلي عندي سحر كيف عرفت كيف عرفت كيف عرفت قليت نخبط ونهدر وحفت آه سأتيت جوبتي مع الرقية عندك أعراب ايه صحة أنا نقول وعشرين سنة يعني عشرين سنة بزاف وانت على هاد الحالة يعني اش حال من راقي ربما رقاك ربما رقاك ربعين راقي وما زال مرتحتيش نزلت نزل عينيه قاعد ذاتي كشغول كيندير الزيت المرقية نحبس ديك البلاسة تاع السطر وعينيه كينديرهم ما يحبسوش وليدي وليت ما نحملهمش وليت قاعد ما نحملش نشوفهم وليش تعتقدي بلي هذا السحر ماشي حاجة أخرى صح السحر لانني عرف بلي السحر فهمينا بركها لش تعتقدي كي الناس يتبعونها حابوا يفهموا لش تعتقدي بانه رحت مباشرة وجعتك عينك رحت مباشرة للسحر اما كنت نرقي ما كنتش عرف بلي السحر حتى الى الان وش هو الشي اللي يخليك ما تعتقدي ولا متأكد بانه سحر ماشي حاجة أخرى كل تنتقية حاشكم صفورية الناس كل تنتقية ماشي غير انتي ننتقية الاصفر والا الناس كلها يوجعوا معينهم كل حالة الشي الخاصة فيك انتيا يماش فيه إنسان واحد آخر مثلا في أختك ولا في جارتك يفيك غير انتيا لتقول بانه هذا مشكل آخر ماشي مشكل صحي ولا اجتماعي ولا نفسي وش هو الشي هذا مثلا أنا عرفت روحي وخلاص كيفاش تعاملي ولادك يعني ما نحملهم شو ولادي دايما نمقلقة ما نحمل نشوف حتى واحد زوجك ما نحملوش يعني علامات السحر كينحولي 22 ليس منها آلم العينين لكن تيا شوفي ولا ما توفر هذه علامات السحر لأن لعنك الأطباء اللي شفتيهم لعنها ما صابوش علاج لي عينيك وكين علاج عند طبيب آخر لك إذا كنت يخيل إليك أنك ذاتي حاجة وانتي ما جاتيهاش ولا تشعري باختناق في أوقات معينة ولا تشعري بألم مفاجئ هكذا ولا كره مفاجئ لبيتك ولا تحبي تبقى في الظلام فقط علامات السحر هكذا نحب الظلمة كي يرقيوك وشي صارها لك الشي تقولي تخبط الشي تقولي تخبط تحبي تسمعي القرآن ولا ما تقدريش كنت ما نحبش نسمعه ما تحبيش تسمعي القرآن الكريم كنت ما نسمعوش قاعدوك كي ولي تنرغير عني شوية لأن الجن الكافر هذا لا يحب القرآن الكريم أنتي قلت أنه كان يرقيوك في الماء ولكن هذا ما متش نتائج كيفاش وش ولو يرقيو كيفاش كي ولي يرقي جيني للدار ويقرع علي ولي دير يدو فق رصي كي ولي رقي يرقي كي ولي يرقي لي دير يدو على رصي تما وني ولي تنتأثر نعم وش تحسين كي ولي نحس بسطر يزيد لي وقت الرقيق اي وقت عائشة حبي تنفهم الناس باش يفهموا هذا الإنسا المسكون يعني كي ما احنا نقوله مسكون بالدرجة الجزائرية هذا دائما يشعر باللي مراهوش يتحكم في نفسه هو سليم الأعضاء يعني يده ورأسه ورجلي سليم ولكن ي عنده شعور داخلي باللي راوكين جيهة أخرى راهم السيطرة عليه هذا كني إحساس ما يقنش لك هو يوري هنا بالدليل ولكن هو يشعر به يعني هذا المرأة عشرين سنة ويتشعر بهذا صحيح أمينا أنت دائما ترافق أختك بدليل أنه جيت مع هاليوم بلاتو حكينا على هاد المعاناة ديالها خذلي كي ترقي دائما تولي كرشها تخبط ماما متحمش ولادها ومتحبش تقوعة في الظلم تحب الظلمة وعينها دائما يستطروا عليها كي ترقي هادي هادي كي ترقي ماما كي ما ترقيش فاني تكون عينيها شوية يستطروا صحنا اللي تروح ترقي يزيد علي هالحال اليوم جيتوا البلاتو حبيتوا أنه الشيخ ابن شانفرا هو اللي يرقيها أه ليس كذلك نعم ربما الشيخ نمدولك ليك الكلمة تفضل حبيت نسخصيك برك البطن تاعك من تنتفخ ولا غير تتحرك لا لا غير تتحرك برك ها؟ برت تتحرك برك كأنه حامل وهمي كي شغل تكلي كي شغل يبدال الكرش كما نحن نمي هسي في أحشاء كين حاجعة تصغط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما دك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدن سراط المسكفين سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما دك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدن سراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم إن كيد الشيطاني كان ضعيفا بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ما جئتم بيه سحر إن الله صيبتلو 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 أخرج يا عدو الله أخرج من هذا الجسد أخرج من هذا الجسد أخرج يا عدو الله أنت عدو الله أخرج يا عدو الله أخرج من هذا الجسد الله يشافيك إن شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله إن شاء الله نتكفلوا بها إن شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله الكلمها عادي هنا عادي نسرين كيف شكت شعري الآن؟ كيف تحسين؟ كيف تحسين ضرورة؟ مضرورة كيف تقول أني تغيبوبة؟ دوخي قبل الثر لماذا كنت تصغع؟ كيف تحسين حاجة لخلتك أنك تكون تستخيع كذلك بعدك طريقة؟ نعم شي خدك الصورخ أول مرة نشوفه نحن في بلاتوما وراء الجدران بعد الرقية نعم ولكن نحن من القدرش نعرفه في الجلسة الأولى كما كوشكين كلش إن شاء الله بعد عدة جلسات الله نعرفه وشكين ولكن نبقى ودايب أن تسألوا هذه الدولة الجزائرية لرهي الساكتة على أوكار السحر والسحة هاي هذا المرأة عشرين سنة حياتها يستودى مع زوجها ومع أولادها ورغم ذلك كين أوكار للسحر والناس قاعد عرفها ولا أحد يتدخل ويغلقها حتى الساحر إذا اعتقنا خمس أيام حبس هذا ما كان خمس أيام سيجن النحي والنهار اللي تخل ونهار اللي يخرج عنده ثلث أيام حسبونا الله ونعم الوكيل حبي تنبع هذا الصراخ ليطلقوا الإنسان كي تجي واحد يراقيها هذهك باش يخلع راقي وهو ولو لك هذا العيطة اللي يعيطها هذا الجن هذا اللي طبحها باش تعيط هو باش يخلعنا باش كي يخلعنا نروحو نخليهوها صحيح والراقي الحقيقي ما يخلعوا لا يطلعه ولو نعم صحيحة عزيز الاعتقاد بأن كل هذه الحالات سحر هو اللي يخلع الناس في المجتمع لما تلقيهم يومين اللي يتلقى به ويكراني مسحور آمن اللي تشوفوا واش بيك وقالاني مسحور يعني لا عندك الحق أستاذ ليس كل من يدعي ليس كل من يدعي لموش مسحور محسود لموش محسود يقولك تبعوا فيها بالعين ولينا عاشين في واحد العالم افتراضي هربنا على الواقع يعني ولينا عاشين ما نش عاشين في مجتمع ليعتقدوا ولا يآمن بالعلم ولا حقيقة مثل هذه الحالات ولا ممكن عندها ناس اللي باب ما يحطوا لها تفسيرات ولكن الأغلبية ولا ويمشوا في هذا الطرح راني راني مسحور وراني عارفوا وشنو ولما ما ينجحش في حياته راني مسحور ولما ما يكونش بليح مع زوجت راني مسحور ولما يطلقها راجلها خاتم أشرف طيب بسحروها يا الفائدة وشنو يا أن السحر يعرفوه العلماء أروقات هم اللي يعرفوا خلي الإنسان يدعي واش يدعى ولكن نهاري يروح عند راقي راقي يعرف هذا السحر كان الناس نمط الحياة المعيشة اللي يعيشينها الطريقة اللي يعيشين بها غالطة هذه الطريقة تخليهم يدخلوا في واحدة الدوامة النفسية وعصبية وربما ذهنية خاصة بعض الفئات تعمل المجتمع ويبقى السنوات نمط الحياة اللي يعيشين وحياتها ما يقدش يخليها تعيش حياة مستقيمة تقول لي تقول لك أني مسحورة وقلبي يخباط وما نشعر وكل هات في السرها سحر لأنه حتى المستوى المستوى الثقافي والتعليمية على المجتمع حبينا لك نرى في حيطات كبيرة نحن أقرب إلى مجتمع أمي نعم الشيخ شنفرة كيفاش تقدر ربما تفرق ما بين وحدة تكون مسحورة وحدة تظاهر أنها عندها سحر مشي في نهار لولي مشي في نهار لولي خطر علاش كي لي مثلا كما يقول الأستاذ كي لي تتوهم بلي راها مريضة فيها سحر وهي ما فيها السحر ولكن حين ما نقدروش نجبدوها في الأول ولكن كي تكون عدة جلسات نعرفو واش كايين ونبوها قالوا دي بلنتية تغضي عند الطبيعة بلنتية مشي تغضي عند الرعاقي ولكن هنا يكون حتى حتى نمط الحياة توافقنا رأي حتى نمط الحياة كاي نساء يعيشوا ضغط في بويتهم ما يخرجوش من الدار عايشين وحد الضغط ومشي عايشين حية طبيعية مش تدخيل تبعد عشر أو عشرين سنة في الحياة تذبرة ثلاثين سنة وشي صرى لها أستاذ يومبات تولي التقيية المصابة لا لا تحدث عن حالة أو اثنين مايش حالة أو اثنين رأي أغنبية المجتمع هذا الموقع يشفناها تقيت أنجيلة وحبت تذبحوا يومبات توليدها تقول تضربوا بالعين ما تخرجش يصرى لها مشكل يصرى لها مشكل وكنا من الحسد والعين يتبعوا فيها صحيح العين كينا أستاذ ولكن مش كل مجتمع يا ناس مش كل مجتمع كل مجتمع مثلا غدا تكمية الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان كل يوم يرقي أحفاظ هل حسن والحوسين هل كان بهم سحر أو حسد يحصنهم تتحدث عن الرسول رسول قدواتنا هو رقية لا يشتغط أن تكون مريضا رقية هي دعاء أنا نغبد وليدي يكون صباح نقاله ومشي معناهم مريض هو دعاء مما يمكن أن يصاب شيخ شنفراء هذي عادي الحال لا يفيها يتترعد وهي وحنا رأينا في بلاطر هنا يفيها شك فيها شك فيها شك هذا الشيخ أيضا ثاني نظن ليوالف عالم الرقاة ليوالف هذا العالم وفه هذا العالم هذا مع الوقت بالممارسة والمريض هتوفق ليش فراء؟ لا ما وفقش بالنسبة لي أنا ما وفقش فراء تحدث عن الناس اللي ما عنده محتى مشكلة ولكن يوالفو ما عنده محتى مشكلة مثلا عنده وسواس أو شيء آخر مرض نفسي يوالف الرقاة يوالف الرقاة يوالف الرقاة مع الوقت مع الوقت بعد عشرين سنة لا هي بالعكس يقول لي عنده إنسان كيشك في روحه يروح عند الريق ويشوف ما عنده وله سيناحي يناحي من الريق من الراس لا لكي ليستمر هذاك ليستمر ولكن هو لا عارف رحوا بلي ما عنده وله ولكن يستمر فلا عارف من تقن بلي ما عنده وله فضيل الشيخ الشنفار أنا جاني إنسان عنده بنت في عمرها 4 سنين رجل ديناد تهضر معاه باللغة الألمانية بالألمانية آية فسر لي هادي وشنو هادي والفتع لمروقات ولا تهضر معاه بالألمانية طفلها 4 سنوات فعالي منها بلي هذي يمسكونة إحنا نحكي وعلى هذو الحالات اللي بانت براك الله وكاينتين يجي عندك تقول لك ودي وشكين 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 هذي عندها جوجل يعني ما عنده جوجل في رأسها ولا حاجة وتقول لك وشكين تجيب لها أي حاجة تجاوبك عليها وما يشقر يا قاعد نعم تحدث عن سحر اه وانتحدث عن سحر تحدث عن نمط حياة تعيس عيشه كثير من الناس بعد مرور السنوات بهذا التعاسى تقول إنه في مشاكل نفسية وكل شيء أول شيء هنا تفقد دورت أول حياة الناس عندهم أماوات نفسية أول شيء مباشرة هل رحت عن دراقي دجا هل سبق لك وين رقيت أنا أرقي نفسي أحيانا لا هل رحت عن دراقي فقط يعني ربما كما قال لك تروح لجوجل تدير طريق طرقيات تلقى طرق مختلفة ولكن المستفق عليه أنه تقرأ بعض من كتاب الله وانتعى الأمر يعني أنا أنا نظر بأنه كل إنسان على الأقل يعقل يقرأ شوية القرآن يقرأ شوية القرآن لنفسه وخلاص ينتهي الموضوع أقول لك مثلا أعطيك مثال إذا كان واحد في همس يقرأ لا روح القرآن يطيح يسقط قادر يكون يوصل نفسه لتهلوكة هنا ما يلق شبه يرقي نفسه وإنسان حالة واثنين وثلاثة واربع حالات أكيد بزيار حالات نعم نروح نشوف الحالة ديالنا أمينة يعني أخطك عادي حقدة تكون في كل مرة قاعدات وهي تترعب حقدة كما رأي معنا في البلاتو مشي دايما منين ذاك حتى كي تروح الترقي ومبعدك كي تجي من عند الرقي تتأثر نعم ولا كتدير القرآن تسمعه باش بقولك يا أختي أنت وشكي شكة كما يقولوا تخطيتي حاجة أنا أحكي لي منذ عشرين سنة فشكي شكة إذا ما ديولك سيحك ليتي حاجة تخطيتي حاجة نخلعتي من حاجة يعني وشه أنا حسب ليك ليت حاجة أكي حسب لي السحر مأكل يعني لما أنه تقول لك الماعدة باشكي يقولوا يرقع لي وقلوا المأكل والمشرب وكرشيته وليتخبط لما يقعون القرآن تحسي يحكي مرتاحة يعني لا لا يقولوا المأكل والمشرب من لول ما تخبط يقولوا المأكل والمشرب وليتخبط ولكن تبراي بإذن الله إن الله ما أنزل الدائلة وأنزل الشفاء يعني ما تقول لك كما نبراش ولا عادي كما المرض العضوي قادر إنسان يشوف مئة طبيب وبعد يصيب علاج عنده طبيب واحد أخر تمتني يا أختي أبشيري خيرني إن شاء الله عندك طالب اليوم هو الشيخ شنفرح يتكفل بالحالة ديالك ها ويش قدري تقول لنا ولا طالب ديالك أنا أمريتك الوحيد فيه هو الشيخ شنفرح نعم يا ربا سبحانه إن شاء الله أبشيري خيرني إن شاء الله إن شاء الله أمينة تكون ما نشوفه في التلفزيون ونقول يا ربي هنا نوصل لي الحمد لله هراكي قدرت أكي معنا اليوم إن شاء الله أبنى تفايدة عائشة إذا ممكن الشيخ شنفرح في حصة ماضية قرأ على هذه المريضة أنا جوني ناس من عدة ولايات كلهم سقطوا في بيوتهم هل تعلم يا سيدي أنك لما كنت تقرأ القرآن أن إنسان في ورق لا سقط وهذا التقيت به شخصيا وإما رأى في العاصمة سقطت كلها من قراءة القرآن وسقط يعني وش تفسر هذه هذه من ديرية يا خطر بزيف لي جوا أن يقول كيشنك في التلفزيون على قناة النهار واسمعنا الرقية نتاعك طحنا كي نقول لي طاح زوجتي جنتها بزيف يعني المئات الآن اختع ورق لا صابني فيه ورق لا قال لي يا شيخنا أو الشنفر كان يقر فسقطت في بيتي وتغاشى قال لي لازم لي رقية فتعجبت أنا يبلي أثر القرآن الكريم يعني على الناس صحيح يعني الحمد لله من خلال برنامج نوع الرقية حلق يتعالج من خلال برنامج الحمد لله الحمد لله في الختام نشكركم وربي شافيك نشاء الله وأكيد رح ينتابعوا الحالة ديالكم شكرا جزيلا